في محاولة لمحو تاريخ الشعب الفلسطيني وإحلال واقع جديد هدفه تدمير كل ما هو فلسطيني يتعمد الاحتلال استهداف المواقع الأثرية والتاريخية في عموم الأراضي الفلسطينية كافة وفي قطاع غزة بشكل خاص وزارة الأثر والسياحة الفلسطينية كشفت في تقرير صادم لها عن استهداف الاحتلال المتعمد لما لا يقل عن 188 موقع أثرياً وتاريخياً في غزة فضلاً عن استهداف المتاحف التي تحتوي على قطع أثرية وتدمير المساجد والكنائس التاريخية بناءً على صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات بهدف تقييم الأضرار التي تسببت بها حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر من العام 2023 أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو تدمير الاحتلال لما لا يقل عن 69 موقعاً في القطاع تقرير يونسكو وجد أن المواقع الثقافية التي دمرها الاحتلال في القطاع الفلسطيني شملت عشرة مواقع دينية و43 مبنى يتمتع بأهمية تاريخية أو فنية ومستودعين للممتلكات الثقافية المنقولة فضلاً عن 6 قطع ومتحف واحد و7 مواقع أثرية المواقع المستهدفة شملت مقبرة رومانية في مدينة غزة ومجمع كنيسة القديس بورفيريس الأرثوذكسية وفسيف ساء بيزنطية تم اكتشافها في مخيم للاجئين في غزة كما تم تدمير مسجد يعود تاريخه إلى القرن السابع وهو المسجد العمري الكبير في غزة بداية بالإنسان وانتهاء بالحجر يعمل الاحتلال منذ عقود مضت على تشويه وتمصي وسرقة التراث الفلسطيني وخلال الحرب على غزة استهدفهما معاً سعياً لإبادة الإنسان تارة ومحو تاريخه تارة أخرى ترجمة نانسي قنقر